تزالة الاعلانات من الهاتف موضوع مهم جدا 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 خصوصا مع انتشار الاعلانات في الهاتف المحمول اثناء التصفح بتلاقي انه في اشعارات هنا جاتلك في شارطة الاشعارات بتاعك باعلانات والاعلانات احيانا كتيرا بتبقى اعلانات مش كويسة يعني لو انت نمضي الطفل بتاعك الموبايل بتاعك يلعب فيه ممكن الاعلانات دي تظهر قدامه والاعلانات هي نوعين نوع بيظهر عن طريق الاشعارات اللي بتيجي هنا بتلاقيها فوق وبتظهر معك بدون اي مجرر وده بيأى سببها حاجة من اللي هنقولك عليها في اثناء الفيديو ده واعلانات من النوع التاني اللي هي بتظهر داخل التطبيقات في الفيديو ده هديك حل لنوعين بتوع الاعلانات دول اللي هي نوع الاعلانات بتاع الاشعارات اللي بيجي فوق هنا والنوع التاني اللي بيظهر خلال التصفح المواقع او التطبيقات الموجودة على الهاتف بس قبل ما نخش في الفيديو لازم تضغط لايك وتشترك معنا في القناة وتابعنا هتلاقي كل مفيد وجديد ويلا بينا على الشرح العمل مباشرة معلومة سريعة كده من ضمن اسباب واهم الاسباب ظهور الاعلانات بكسرة عندك هي التطبيقات معينة فيه كم تطبيق معين بيوجوا موجودين على الهاتف بتاعك زي تطبيق الشير طبعا لنقل البيانات وتطبيق جوجل كوروم وتطبيق كلين ماستر اللي هي منظف الهاتف والحماية والحاجات اللي زي دي طيب انا هعرف منين التطبيقات دي بتجيب لي اعلانات بلاقي الاشعارات بتاعها ظهرت هنا زي مثلا تطبيق الشير او جوجل كوروم كل ما علي ان انا هروح على الضبط بالشكل ده هسحب شريط الاشعارات وهروح على علامة الضبط الترسي اللي فوق دي بالشكل ده او هخش على الاعدادات بتاعت الهاتف بشكل عام وهدور على التطبيقات بتاعتي وهنزل لحد ما هلاقي كلمة التطبيقات هفتح كلمة التطبيقات هخش عليها من الداخل بالشكل ده هلاقي كل التطبيقات بتاعتي كل اللي علي ان انا هلاقي شو عارف التطبيق اللي بيجي للاشعار منه على سبيل المثال ودي اهم حاجة لازم تعملها في تطبيق زي الشيرط اللي هو نقل البيانات او التطبيقات اللي هي منظف الهاتف والحاجات دي هي اللي بتعمل الاعلانات بشكل رئيسي هروح مثلا على جوجل كروم بالشكل ده اهو هدخل عليه بعد ما هيفتح معي التطبيق بالشكل ده هطلط على كلمة الاشعارات اللي موجودة فوق دي بالشكل ده وهعمل لها اغلاق من هنا وكده انا منعت اي اشعارات تجيني في قامة الاشعارات هنا في شريط الاشعارات من التطبيق بتاع جوجل كروم وتطبق نفس الطريقة دي على اي تطبيق بيجي لك اعلانات منه مزعجة هتخش على التطبيقات زي ما احنا قلنا وهتشوف اسم التطبيق وبعد كده هتخش على الاشعارات بتاعته وتوقفها دي كانت الطريقة الاولى معانا طيب الطريقة التانية لازاي تغيغي الاعلانات الموجودة داخل التطبيقات نفسها او الاعلانات اللي بتصفح انت بتصفح المواقع بتظهر معاك وتبقى مزعجة بطريقة اه غير عادية هخش على الاعدادات بالشكل ده على طبط الهاتف زي كده وبعد كده هروح على كلمة الاتصالات بالشكل ده وبعد كده هنزل على كلمة المزيد من اه الضبط هلاقي الكلمة دي اه ظهرت معايا او الواجهة دي بالتلات عناصر موجودين قدامنا دول اه ظهروا معانا احنا اللي همينا كلمة الخاص دي ان اس هدوس عليها بالشكل ده هتلاقيها عندك لاما اقاف اه التشغيل او تلقائي انا طبعا هلغي ده كله و هخليها هضغط على الاخر خيار معانا اللي هو اسم المضيف اللي هو ده فعل الخيار اصاده بالشكل ده وهنا ممكن تلاقي ارقام او تلاقيها فاضية هتمسح كل حاجة لو لديت حاجة وهتكتب الجملة اللي احنا هتشوفها دي هاتيب ها لك في اول تعليق مسبت وهتلاقيها برضو في الوصف وهتلاقيها اه مكتوبة على الشاشة قدامك يعني هتحطها زي ما هي كده وهتضغط على كلمة حفظ هتكتبها زي ما هي في القائمة هنا بعد اختيار كلمة اسم المضيف هتحطها زي ما قلت لك هسيبها لك في اول تعليق او اه في الوصف تحت اسفل الفيديو وبعد كده هتضغط على كلمة حفظ وبكده لو رحت استفحت اي موقع رحت استفتحت اي تطبيق مش هتلاقي معاك اعلانات مزهجة نهائيا اه وكمان ادرنا نتخلص من الاشعارات اللي بتجي لنا مزعجة اثناء استخدام الهاتف اللي تبقى في شريط الاشعارات لو في اي حاجة وقفت معاك اكتب لنا في تعليقات بنرد على كل التعليقات ولو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك معنا في القناة اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة